مع انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير إلى ما دون الصفر وهطول الثلوج الكثيفة على مناطق عديدة في العراق وبضمنها إقليم كردستان العراق قررت الإدارات المحلية لعدد من المحافظات تعطيل الدوام الرسمي بسبب موجة البرد القارص وانتشرت مقاطع فيديو كثيرة للثلوج ومن بينها مقطع فيديو وهذه هي الصور المقطعة من مقطع الفيديو ستقولون ما هذه الصور ولماذا تظهر هذه البطة خلف صباح على الشاشة سأقول لكم التفاصيل مقطع الفيديو هذا لمواطن كردي عثر بالصدفة على وزة برية متجمدة من شدة البرد يبدو أنها نفقت من يشاهد البطة يقول أنها نفقت لبقائها فترة طويلة على الثلج حتى انتشلها هذا الشاب وأخذها إلى منزله ليقوم بالمستحيل من خلال تدفئتها فهل تعتقدون أنه سينجح في إنقاذ هذه البطة من النفوق من الموت المحقق أم لا لنشاهد جداً لننطفه ستقولون سنجح في الشرق المثال سلسل لنطفه جيداً بإذن إخوة محاولة تواهيل قلعات بستن إن شاء الله خواهي جوريش براح بديع ركاوبة باريا مايان كجن أعزاريان ندن لحر شوينك ديمان اتواهيان بيني هول بدن محاولة تواهيل قلع بكن إن شاء الله خواهي جوريش ركو يار أفاد محاولة تواهيل قلعات باقية ههو ريان سواه باقواه اليوم، سوف مرحبا في عائلين بقبتها في عائلين 1 إبقاطه عبائلين أين حدثت هذا، بقبته في عائلين إذن تمكن هذا الشاب أخيرا من عادة الحياة إلى هذه البطة المسكينة وعادت أفضل حالا مما كانت عليه وقدم لها الماء والطعام كما شاهدنا وشكر الله كثيرا وأوصل متابعين أيضا بضرورة الرأفة بالحيوانات البرية والطيور الأليفة أيضا في مثل هكذا أجوى باردة ومثلجة عسى أن تسجل في ميزان حسناتهم في المقابل أثار مقطع الفيديو الإنساني هذا والمبادرة اللافتة للانتباه أثار انتباه آلاف الكثير من الناشطين والمتفاعلين عبر منصات التواصل أيضا هناك تعليقات سنتابع تلك التعليقات نبدأ مع أبو آدم يقول أبو آدم الله يبارك بيك بس ما شفنا تكملة الفيديو على الغد لو على العشة شو سويت بيه تعليق آخر من ليفينغ يقول ليفينغ قبل أسبوعين جتنا بزونة يم باب المطبخ تضرب الباب طلعت تشوفني إيدها المكسورة تشوفني إيدها المكسورة ومنظرها يقهر خطية سويت لهبية وفراش وغطة ودارينها بالأكل والحليب أنا وأطفالي لحد ما صارت زينة وراحت صح أكره البزازين بس الرحمة مطلوبة والحيوان لا حول ولا قوة بهذا البارد هناك تعليق آخر من محمد إسماعيل كاكب بارك الله بيك وجزاك الله خير الجزاء بس كاكب شرفك تأخذها ودفيها الدورة ترجعها وتشمرها بالثلج هاي شنون رهمتها أيضا هناك تعليق من اللامنتمي يقول عاشت إيدك وحياتك ورحم الله والديك سبحان الله كم وجدنا مثل هذه الحالات ولم نلقي لها بالا لأننا ظننا أنها قد نفقت وربما لو عالجناها لنجت هذه معجزة جزاك الله خيرا يقول هاشم في تعليقه عن عملية إنقاذ هذه البطة البرية الله يبارك فيك وينطيك الصحة والعافية على هاي المبادرة الإنسانية والله يكثر من أمثالك ويزيد بنعمتك يا طيب يا ذهب صافي وربي يحفظك أيضا تعليق من سعد يقول سعد الخبر الإنساني الإيجابي الوحيد الذي يسر النفس والله يبارك بك كاكب وبميزان حسناتك